بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اخواني مناصر المنتخب الوطني الجزائري نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله جينا نديروا يعني نعطوا رأينا ككل مناصر المنتخب الجزائري يعني عندنا الحق باش نمدوا الرأي تاعنا ونشوفوا تشكيلة الأساسية يعني في وجهة رأينا احنا نناظر تاعنا نقولوا هي الأنسب ربما نقترب من الحقيقة وربما نكونوا خطئين مئة بالمئة يعني هذا ما اوش مشكلة يعني انسان يقدر يمد رأيه يشوف التشكيلة له وحب يشوفها وحنا على كل حال عندنا ثقة في الرجال عندنا ثقة في الناخب الوطني الجمل بالماضي في اللاعبين بإذن الله المباراة تالتة على التوالي تعودوا نولوا من تونس بانتصار ويعني هذه المقابلة هي في الشكل التحودية ولكن 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 هذه المباراة فيها منافسة كبيرة كبيرة معلم ذلك جيدا لأنه هنا يعني نوع الماكيان مصير احنا يعدنا أهداف هنا هدف الأول طبيعة الحال الفوز لأنه هذا شيء إيجابي لهدف ثاني تحطي من الرقم القياسي 26 انتصار بدون هزيمة للحقنا له ومع كودي في غارنا سواسية نحن نلحق 27 مباراة بدون أي هزيمة يعني والهدف الثالث نعلم حنا يكون عندنا نجمعوها كالنقاط يعني يكون عندنا عدد الانتصارات كثيرة يعني حنا يترتيب بتاعنا في المستوى بتاع ترتيب المنتخبات حنا يتطلعوا بدرجة يعني هذا هو يساعدنا الكثير يعني في بقية المشوار تاع منتخب بطني جزائري في تصفيات وإلى آخره يعني بالطبع حنا يعدنا ثقة مئة بالمئة ما عندنا أي شك بإذن الله نروح بتورس أراضي تونسية للفوز نعود نوله بالنتيجة بإذن الله عندنا ثقة كاملة مئة بالمئة مرة أخرى في جمال بالماضي وفي الرجال الذين يكونون فوق الميدان سوى الأساسيين أو لاعب الاحتياطيين ندخل مباشرة نعطي الرأي تانا بكل توضع نشوفه في حارس مرمى ريس حارس ذو التجربة الكبيرة يعني في هذه المقابلات يعني هذه المباراة التي كان منافسة كبيرة يعني بكل صراحة يعني مش يعني مبولحي أفضل من آآ كوجة يعني إحنا يعني نعب النابلي رايس مبولحي المباراة تكون كائنا يعني منافسة كبيرة مبولحي هو الحارس المناسب بكل صراحة على الرواق الأيصر في الدفاع طبيعة الحال عربي بن سبيعيني نعب قوة ما شاء الله يعني يدير يعني خدمته مئة بالمئة قليل من الأخطاء يشارك في الهجوم يعني تسحقه ربي بن سبيعيني في المباراة في هذا المستوى في قلب الدفاع أنا أرى يعني يعني عيسى مندي هو بالعمري صحيح أن بالعمري ما أوش لعب بزاف المباراة في ديون ولكن نحنا شفنا بال كاس أم إفريقية يعني كان إنسجامة بين اللعبين مندي و بالعمري كان مفاهمة كبيرة في أرضية الملعب يعني نستحقه ربما توبة أيضا توبة يعني شفنا هذه مباراة يعني يعطى يعطى أمبرسون لا بأس بها ولكن أنا نميل أكثر جمال بالعمري مندي على رواق الأيمن أنا نشوف يعني استمرارية زفان يعني ماشي زفان أفضل من عطال أو عطال أفضل من زفان يعني نعلم جيدا أن عطال صحيح في المباراة مع تونس يعني تونس يلعب كورا جميلة نحتاجه إلى مدافعة رواق الأيمن يشارك في الهجوم ونعلم جيدا أن عطال ما شاء الله تلي سيتي يعني في الوقت يطلع يحبط يطلع يحبط عنده بزاف ملاوغات يشارك بزاف في 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 الهجوم ولكن زفان يعني والحاجة اللي مليحة فيه هو يلعب سامبل ما يديش بزاف الأخطاء ما يغامرش يعني أنا نشوف الدفاع هذا هو زفان إسامين دي بالعمري وبالسبعيني نروحوا الآن إلى وسط الميدان وسط الميدان بكل صراحة أعتقد أعتقد شخصيا سنحن نحوذ نشوف اللعب 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 عنده خبرة كبيرة اللعب اللي تحتاجوا في هذا المبارئ هو عدلان قديورة نشوف عدلان قديورة مع رميز وفاغولي يعني فاغولي يلعب أويت نشوفوا على الواقع الأيمن طبيعة الحال حروز محرز بالليلي على الواقع الأيصر وبغداد بونجاح القلق الناص خلب الهجوم يعني هذه الشكلة تبني تكون الأنسب يعني كان إنسيجام هنا في الفريق نتعودين يلعبوا مع بعضهم بعض وكما قلنا هذه المباراة يعني فيها منافسة قوية وكبيرة يعني أظن أن الناخب الوطني يحافظ على يعني الركيزاتها الأساسية ربما بكنا نشوفوا سواء من قبلها أو زروقي يزدي دخلهم يعني في هذه المقابلة وعدنا الحمد لله يعني لعيبين ما شاء الله يعني الأمام يكونوا احتياطيين يقدروا يدخلوا في أي دقيقة يقدروا يجيبون يعني النفس الجديد مثلا والناس مثلا غزال سليماني أيضا عند تجربة كبيرة يعني يقدر يدخل أيضا سليماني لكن أنا نشوف تشكيلة أساسية ليه في بالي يعني مش هي أنا باغي نشوفها هكذا سواء سواء يعني ليه في بالي على حساب المعطايات أنا نشوف من بولحي سفان عيسى مندي بالعمري بنسبعيني قديورا زروقي فاغولي محرز بالليلي وبغداد بنجاح وحنا وشي همنا يهمنا إن شاء الله مهما ليه تخلوا اللي بلعب يعني ليكن فوق أرضية الميدان يعني إحنا يعني وشي همنا يهمنا النتيجة يهمنا يعني الفوز يعني كان نفوز بواحد سفر يعني فيها باركة وحنا عدنا هدف واحد حبي نجيب الفوز هذا وعدنا ثقة مئة بالمئة في الفارق بتاعنا وفي المنتخب الوطني الجزائري وإن شاء الله هنشوفوا مباراة في مستوى يعني تونس منتخب تونسي يلعب كورة جميلة عندهم الدفاع منظم يعني في مباراة كيمة هدي تختلف على مباراة عمالي مالي يشفناهم باللي طريقة اللعب تحهم وما يعتمدوا بزاف على يعني يدخلوا بزاف الشوك يعني يلعبوا صباط مالي يعني قوة البدنية يعني تونس شيء آخر تونس حتكون باكتيك يعني يكون اطبط تكتيكي حتكون يعني هنا يا نلتحق اللاعبين يعني يلعبوا كورة يلعبوا كورة جميلة وإحنا ما عدنا أي شيء بإذن الله بإذن الله بإذن الله سوف نعود من أراضي تونسية بفوز بالتوفيق للمنتخب الوطني الجزائري وبكر برك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة